لقيته أستاذ محمد صبحي بيقول لي على أغنية اسمها يا عزوي أغلى وقاطية بقى الناس بقى اللي كتعايشة في زمني دول ما كنتش بس معهم اللي هم بقى أستاذ حميدو، أستاذ هشام عباس، أستاذ أنغام ده اللي علمني التمثيل في الأساس خالص أول واحد آمن بي أصلا مفكر إن أنا ممكن أكون بمثل أنا رايحة له بغني أو شافني وأنا بغني ما شافنيش وأنا بمثل خالص فلقيته حتى لما روحت أعمل الاختبار عنده في ممثل لقيته بيقول لي يعني أعملي مشهد أشوفك فيه أعمل أزاي فأنا قلت له أنا ما عرفش فأنا أقول لي طب غني خلاص فقا فأقولت له ده أنا ممكن أعملك حياة حلوة قال لي يولي، قلت له همثلك الأغنية وأنا بغني فأنا بالنسبة لي تمام وقد كان أنا اخترت أغنية فيها تمثيل شوية علشان أقدر أعمله الفعل للموضوع يعني يبنله يعني الإحساس هو اللي قال لي برضو أقولها كانت يا عز ويأغلى يا قطيب قلب أنا كنت في التوقيت ده ما بغنيش لمطربين التسعينات أو التمانينات ما كنتش بغني لهم أو ما كنتش بسمع لهم أصلا ما كنتش أنا متعودة أن أنا أسمع لغاية سنة 15 سنة كنت بسمع ومكلسوم وعبدالهاب وعبدالحليم والحاجات دي شو شكراً لك الناس بقلي كتعيشة في زمني دول ما كنتش بسمعهم اللي هم بقى أستاذ حميدو أستاذ هشام عباس وأستاذ أنغام عمري ياب الناس دي كلهم ما كنتش بسمع أنا اتفاجئت بقى لقيته أستاذ محمد صبحي بيقول لي على أغنية اسمها يا عز ويأغلى وقطيب قلب فقولوا دي بتاعت مين؟ قال لي بتاعت أنغام فقولوا ما بغنيش للحق الناس دي بيقولي طب اسمعيها بس شوفي عاملة ازاي سمعتها مش خدتني خطفتني أنا حسيت أنها ما فيش فرق هو برضو حتى لما خلاني أحوط شوية أو أروح يعني للسكة الجديد ما خبطنيش في الجديد مرة واحدة وخلاني واحدة واحدة فالمشهد أصلاً كمان كان معمول بطريقة وإحنا لما جينا نصور هو أخرجه بطريقة تانية وأخرجه أحلى يعني طلعوا أحلى وطلعوا فيه صدق وأبوه بجد زي ما وصلت لكم كده فهو الأستاذ هو اللي علمني يعني إيه أشوف الأراء من خلال السوشيال ميديا لا الشارع طبعا الشارع أكتر لأن فيه ناس في الشارع ما بيعرفوش يمسكوا الموبايل ما بيعرفوش يكتبوا رأيها فأنا بيفرحني أني ألاقي طنت وعمه كبار في السن بيحدنوني ويقولولي أنا بحبك جداً أو عارفين لك أغنية كذا يعني أبلاقي ناس عارفين لي بيت الجبال أو عارفين لي حب زمان أو عارفين لي اتفقلوا بالخير كبار في السن بفرح أكتر لما ألاقي أطفال صغيرة حافظين اتفقلوا بالخير وحافظين الأغاني بتاعتي بفرح أكتر وأكتر لما ألاقي شباب قدي بقي إن الشباب دول بقى مش أي حاجة بتعجبهم ده بيسمعوا الأسوأ فبلاقيهم جايين لي برضو بيحبوني فالحمد لله فكده أنا بحس إني أثرت ودول لما بلاقيهم في الشارع قدامي وجهة لوجهة أحلى بكتير من الكتابة يعني فيه ناس مستخبية وراك الكتابة دي فيه ناس بتبقى دخلة تشتم أساساً بس ما بيعابلوش حاجة تانية فلا الشارع أحلى وأوقع يعني بحب الناس أقابلها فيه شيء وكان عامل حفلة الأستاذ علي الحجار فلاقيته بيعرض علي فكرة أن أنا غني الديوهات بتاعت أستاذ علي الحجار اللي كانت مع مطربات أخريات فبدون تفكير بالنسبالي أنا وفقت يعني بالنسبالي أنا كياسمين لكن اللي حواليه كانوا عملين يخوفوني ويقولوا لي لأ أنت تعمل حفلات باسمك هتطلع تردي على الأستاذ هات الكلام ده كله مفارقة الشمعية أنا رحت ببعت فويس على طول الدكتور هاني وقلت له بص هو شرف لي أن أنا أقف جنب أستاذ علي الحجار وأن يعني أغني بس ولو جملة واحدة كده جنبه وقد كان في البروفات أحد رازين فوق ما أنت متخيلة حد فاهم جدا ممكن جدا وإحنا في البروفات يسيب الدنيا للمايسترو لأن في مايسترو وخاصة أنها أركسترا فلا أهو كان مركز قوي مع كل آلة بتقول إيه وعارف كل آلة المفروض تقول إيه دلوقتي أغنياته فلا أتعلمت منه حاجات كتير جدا جدا وكنت أصلا متربية ومتعلمة منه هو مش عارف يعني أنا أول أغنية سمعتها في وداني بالنسبة لي في عيد ميلادي كانت يا نور جديد في يوم سعيد دا عيد ميلادك دا أحلى عيد فكانت ديت قالت لي أو بابا شغالها لي فأول عيد ميلاد لي أول سنة وفضلت معي كل عيد ميلاد لي تشتغل فأنا متربية على أستاذ علي الحجار ما سمعتهاش من محمد فوزي طبعا التتريت كلها إحنا سمعناها دخل بيتنا كلنا وربانا كلنا وإحنا مش حاسين برضو أو هو نفسه هو ما يحسش بدا فكان بالنسبة لي الفكرة نفسها أن أنا وقفة والأركسترا بتهزف وراي الحاجات اللي أنا كنت بعد أسمعها في البيت دي وكنت بعد أدعي ربنا أن يا رب والنبي أغني حاجة كده فأنا بغنيها مع صاحبها ودلوقتي إحساس ماينفعش يتوصف بجد كنت فرحانة جدا فكرة الغياب أنا عندي حتة إن ما بحبش إن أنا أكون زنلة يعني أنا طبعي أصلا ما بحبش الزن فحب إن أنا لما أعمل حاجة تنزل صحة وتأثر وتعيش أحسن إن أنا أعمل لكم خمس حاجات ستة حاجات وما فيش ولا مهنهم واحدة تنفع تنجح ولا أي حاجة خالص وهتحدي مرور الكراب لا دي أنا ما أحبهش فالمرة دي ربنا العمل أنا فعلا ما اخترتش خالص ولا أغنية في الميني ألبوم اللي هينزل ده إحنا بصدد ميني ألبوم برضو إنتاج شركة لايفستايل استوديوس وأغنية زي الموجة اللي نزلت دي أول أغنية فأنا أول ميني ألبوم وأول أغنية وكل أغنية منهم أنا على فكرة ما اخترتش دي كانت اتبعتتلي من أستاذ فهد وكلهم حبتهم جداً فيا رب بس أهم حاجة يعجبه الناس الحمد لله إحنا جربنا في زي الموجة هو عبال اللي جاي يا رب إن شاء الله فيه كتاب مفتوح هتنزل في خلال الشهر ده بإذن الله هي خلصت خلاص وصورناها مع أستاذ فدي حدد فأتمنى بس إن أول حاجة تنزلي الناس يحبوها زي ما أنا كنت بعد أسمع الألبومات بتاعة الأسادزة اللي سبقوني يا رب إن شاء الله يحبوها زي ما مفتوح